السلام عليكم أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقات التي سنتعرف فيها على جهاز سينس بلاير في هذه الحلقة سنتعرف على المزايا الرئيسية للجهاز ووظائفه المختلفة الحلقة دي هتكون بداية جيدة جدا لللي حابب يعرف ايه هو السينس بلاير و ايه مزاياه و ايه الامكانيات اللي يقدر يقدر يقدمها للمستخدم بدءا من الحلقات القادمة باذن الله هنبدأ نتعمق اكتر في تفاصيل استخدام السينس بلاير ووظائفه المختلفة السينس بلاير هو جهاز بتنتجه شركة همز التابعة للسلفز هيلث كير في كوريا وبيدير عملية توجيهه للمستخدمين في المنطقة العربية شركة الناطق للتكنولوجيا الموجودة في الشارقة بالامارات العربية المتحدة يندرج السينس بلاير تحت قائمة اجهزة تشغيل الوسائط الرقمية هو جهاز مصمم خصيصا للمستخدمين من ذوي الاعاقات البصرية يتم التحكم فيه تماما عن طريق الصوت بدون اي شاشة وبيساعد في قراءة الكتب والاستماع للملفات الصوتية بشكل سهل وسلس ويمكن انا من الاشخاص اللي ما ازال ارى لمثل هذه الاجهزة قيمة كبيرة جدا في عصر التحول الرقمي اللي احنا بنعيشه حاليا يعني مع وجود الهواتف والكمبيوترات وغيرها اشوف انه ما يزال لمثل هذه الاجهزة المخصصة وضع قائم واستخدام ضروري لان هي ببساطة بتوجه عملية الاستماع وتركزها في اتجاه واحد بيصعب في كتير جدا من الاحيان ان الواحد يركز في قراءة محتوى معين او استيعابه بشكل جيد من خلال الهاتف الذكي بسبب المشتتات الكتير جدا اللي بتكون موجودة اشعارات رايحة جاية واتصالات وايقاع لا يهدأ عشان كده من النموذجي ان تجربة القراءة والاستمتاع والانغماس في المحتوى تتطلب جهاز يوفر لك هذه الخاصية دون اي تشتيت او سحب للانتباه سينسي بلاير ومثيلاته من الاجهزة بيقوم بهذا الدور بشكل ممتاز كمان سينسي بلاير بيقدم تجربة مهيئة وموجهة على وجه الخصوص للمستخدم الكفيف فانت من خلال استخدامك ليه بتضمن ان انت المستخدم المستهدف الوحيد من هذا النظام وبالتالي بتكون ضامن ان كل المزايا ستعمل وفقا لما تحتاج ولما يتناسب مع احتياجاتنا ومتطلباتنا سينسي بلاير هو جهاز ذو امكانيات كبيرة جدا وقوية وفي مزايا كتير متطورة ومتقدمة لكن مع ذلك يبقى انه يمكن القيام بكل هذه المهام بمنتهى البساطة والسهولة حتى بالنسبة للاشخاص غير الضليعين تقنيا وده بيجيب ميزة تانية لاستخدام مثل هذه الاجهزة وهي سهولة الاستخدام التام لاننا هنا بنتعامل مع واجهة مستخدم تم تصميمها بالاساس مع الوضع في الاعتبار فكرة تسهيل استخدامها وخلونا ناخد جولة سريعة نتعرف فيها على ما يمكن لسينسي بلاير ان يقوم به من مهام سينسي بلاير في مشغل للصوتيات تطبيق قادر على انه يشغلك الامتدادات الصوتية المختلفة وحتى مقاطع الفيديو تقدر تسمع ما تشاء من ملفات صوتية ومحاضرات وكتب وبودكاست وشروحات واناشيد واغاني وما تشاء من ملفات صوتية وحتى ايضا مقاطع الفيديو كمان بتقدر تتحكم في الملفات دي بشكل تام تقدر تسرع الصوت وتبطأ وتقدر تنشئ قوائم التشغيل وتتنقل من ملف لملف بسلاسة وكمان تقدر تتحكم في طبقات الصوت وخصائصه وغير كده كتير من المزايا الخاصة بتشغيل الملفات الصوتية الجهاز ايضا بيحتوي على قارئ للكتب تستطيع من خلاله انك تقرأ كافة الصياغ النصية باي لغة كانت وده لان الجهاز مزود بقالة نطق عالية الجودة تستطيع التحدث باكتر من لغة بما فيها طبعا اللغة العربية تقدر تنزل ما تشاء من الكتب بامتداد دوك ودوكس وإيباب وتكست وارتي اف وغيرها كتير من الصياغ اللي احنا عارفينها تقدر تبحث داخل الكتاب وتتنقل بالصفحات والفقرات والجمل والكلمات والحروف وغيرها من الوحدات وتقدر كمان تتحكم في خصائص القراءة زي سرعة الصوت وحدته ومستواه كمان اقدر اقرأ كتب الديزي ودي هي بتكون كتب مخصصة للمكفوفين اما بتحتوي على النص فقط او النص مع الصوت وتكون مفهرسة ومنظمة بصورة يسهل التنقل فيها بيدعم الجهاز قراءتها والتعامل معها بشكل تام الجهاز ايضا مسود بمايكروفونات تقدر تلتقط صوت حالي الجودة يعني تقدر تسجل ملفاتك الصوتية وملاحظاتك وكمان تقدر توصل مايكروفونات خارجية بالجهاز لالتقاط تسجيلات بجودة اعلى تقدر تتحكم في حساسية المايكروفون وفي جودة التسجيل ونوعه وغير كده كتير من الخصائص اللي بتخليك تقدم تسجيلات صوتية مميزة كمان في راديو FM تقدر تبحث عن المحطات الموجودة حواليك وتسمعها وتسجل منها كمان لو تحب الجهاز ايضا مزود بالقدرة على الاتصال بالشبكات اللاسلكية الواي فاي وده جعل من الممكن انه يضاف ليه مزايا زي مثلا الاستماع لمحطات الراديو عن طريق الانترنت في كمية كبيرة من المحطات المتوفرة على الجهاز او حتى لو عندك روابط لمحطات خارجية تقدر تضفها على الجهاز عادي تقدر كمان تصل الى البودكاست النشرات الصوتية اللي انتشرت جدا في الفترة الاخيرة تقدر تشترك فيها وتحملها وتسمعها على راحتك وتتحكم فيها تماما زي ما بتتحكم في الملفات الصوتية التانية الجهاز ايضا فيه مجموعة من الادوات البسيطة اللي ممكن تكون مفيدة ليك في اي وقت زي قراءة الوقت والتاريخ زي اهلة حسبة بسيطة وزي منبه سهل الاستخدام تقدر تعتمد عليه في اي وقت وكمان اداة بسيطة لتدوين الملاحظات النصية الصغيرة السنسي بلاير يحتوي على مدير للملفات بيساعدك تنظم ملفاتك ومجلداتك وتتحكم فيها لو عايز تنسخ او تلصق او تحذف او تعيد تسمية اي شيء كمان بتقدر تفك الضغط عن الملفات وتضغطها لو تحب ومن مدير الملفات تقدر تنقل المحتوى ما بين الزاكرة الداخلية للجهاز واي بطاقة تخزين خارجية بتوصلها فيه كمان تقدر توصل الجهاز بالكمبيوتر وتنقل منه وإليه المحتوى اللي انت عايزه ولا تتوقف المزايا عند كده فقط بل ان السنسي بلاير في تقنية الاتصال عبر البلوتوث يعني تقدر توصل سماعاتك سواء كانت خارجية او سماعات للرأس وتسمع منها محتوىك زي ما تحب مش كده وبس ده من اقوى مزايا السنسي بلاير انه بامكانه الاتصال باجهزة الموبايل والعمل كلوحة مفاتيح خارجية للتحكم في هذه الاجهزة يعني السنسي بلاير بياخد نفسه الى بعد تاني تماما وهو انه بيقولك انا مش عايز اسهل عليك فقط استخدام المحتوى اللي موجود عندي بل انها سهل عليك ايضا استخدام اجهزة الهاتف الذكية اللي بتشتغل بالتوتش وممكن كتير من المستخدمين ما يكونوش بيرتاحوا قوي للتحكم في الهاتف من خلال الشاشة اللمسية عشان كده تقدر تقرن سنسي بلاير بالايفون او بالاندرويد ويتحكم تماما بالهاتف من خلال لوحة المفاتيح الرقمية اللي موجودة في السنسي بلاير تتنقل ما بين العماصر وتكتب نصوص وتتصفح الانترنت وتفعل ما تشاء على الموبايل كله عن طريق السنسي بلاير مش كده بس ده انت كمان تقدر تسمع لصوت الموبايل من سماعة السنسي بلاير نفسها هذا سيعني انك بمجرد ما تنجح في توصيل السنسي بلاير بتليفونك تقدر تستغنى تماما عن التليفون تخليه مثلا في جيبك او في الحقيبة وتعتمد كليا على التعامل من السنسي بلاير لانك هتقدر تتحكم في التليفون من خلال الكيبورد والاوامر المختلفة اللي ان شاء الله هنتكلم عليها في شروحات قادمة وايضا هتسمع لصوت قارئ الشاشة عن طريق السماعات الاستيريو الموجودة في جهاز السنسي بلاير وطبعا الميزة دي مهيئة زي ما قلت لكل النظامين للآي او اس وللاندرويد كل نظام له مجموعة من الاوامر المصممة خصيصا للتعامل بكفاءة معاه النظام الداخلي لسنسي بلاير قائم على نظام اندرويد 11 وده خلى كمان من الممكن انك تقدر تنزل بعض تطبيقات الاندرويد اللي ممكن تخدم الهدف العام للجهاز في قضية تشغيل الصوتيات وقراءة المستندات هو صحيح انه مش هاتف اندرويد ولا تابلت اندرويد متكامل ولكن هتلاقي انه في كتير من التطبيقات الخارجية لنظام الاندرويد تقدر تثبتها على السنسي بلاير وتستفيد منه وده لان السنسي بلاير عليه قارئ شاشة بيقدر يتعامل بشكل بسيط مع برامج الاندرويد وتطبيقاته فاذا كان فيه برنامج معين بيخدم فكرة مشاركة الملفات او قراءة الملفات النصية او حتى الاستماع الى بعض الصوتيات بيكون فيه عندنا امكانية لتجربته ومحاولة اختباره مع قارئ الشاشة الموجولة على السنسي بلاير لربما يكون متوافق وده طبعا بترجع فيه اساس الامر الى مطور التطبيق نفسه اذا كان صمم التطبيق بشكل متوافق ولا لا السنسي بلاير بييجي بنوعين او بنسختين فيه نسخة من غير كاميرا ودي فيها كل المزايا اللي اتكلمنا عنها دلوقتي وفيه نسخة تانية بتيجي بكاميرا 13 ميجا بيكسل بتساعدك على التقاط الصور ومسح محتواها ضوئيا يعني نقدر نستخدم نسخة الOCR من السنسي بلاير عشان نصور اي مستند ونكتشف النصوص اللي في الصورة اللي صورناها ونقراها مش كده وبس اذا انت تقدر تحط عليه اي صور او اي ملفات pdf مصورة عشان يتم تحويلها تلقائيا مباشرة على الجهاز الى نصوص تقرأها للأسف الى الان ميزة الOCR في السنسي بلاير لا تدعم اللغة العربية لكنها تبقى اضافة كبيرة ومهمة لانك كمان تقدر تستخدم الكاميرا مع تطبيقات الاندرويد اللي بتساعد المكفوفين من خلال الكاميرا زي تطبيقات التعرف على العمولات وايضا التطبيقات الخارجية للتعرف على النصوص اذا سنسي بلاير نجح انه ياخد هذا النوع من الاجهزة الى مستوى جديد والى بعد مختلف من التطور والتقدم وبيقدم كل هذه المزايا في واجهة مستخدم سلسة وبسيطة للغاية هنلاقي مع الوقت انه سهل نتعلمها وسهل نفهم افكارها وسهل نتعود عليها تابعوني في قدم الحلقات عشان نعرف اكتر عن سنسي بلاير تابعوني في القدم الحلقات شوكروب